السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله رفع الادان نعمة عظيمة الادان لما اجتمع المسلمون ونزل الوحي وفرض الله الصلاة كان المسلمون يجدون عنة في التجمع فقالوا ماذا نفعل منهم من قال نتخذ بوقا كبوق اليهود ومنهم من قال نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى ومنهم من قال نوقد نارا كنار المجوس فسينا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ان يلهمه الصواب فانزل الله الادان وقد رأاه سيدنا عمر ابن الخطاب في المنام ووفق الوحي فجاءت صيغة الادان الله اكبر الله اكبر ما معناها تكبير الله اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى اشهد ان لا اله الا الله هي اعلان لعقيدة التوحيد اشهد ان محمد رسول الله ان قدوتنا واسوتنا وامامنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم حي على الصلاة حي على الفلاح هذا بشارة بان من سلك هذا الطريق سيكون فالحا سيكون ناجحا سيكون مباركا ثم يكرر الله اكبر الله اكبر تكبير وهو تعظيم للدات الالهية لا اله الا الله توحيد من كان اخر كلامه لا اله الا دخل الجنة هذا الادان سيدنا النبي امر الصحابة بانهم يقيمونه في كل وقت وحين عند كل صلاة وبقي الادان الى يومنا هذا في جميع ربوع العالم الادان وكل ما كان الادان كانت البركة ونحن في مغربنا العزيز الحمد لله عندنا ما يزيد عن خمسين الف مسجد وحينما يحل وقت الادان تسمع المنابر تصبح بالادان هذا ما معنى معنى ان البلد مسلم والبلد فيه الايمان والبلد تحله الملائكة وهكذا كل ما كان فيه الادان كان مباركا اداعتنا ميد راديو اول يوم تأسست فيه بدأت بالقرآن الكريم ثم ابل قائمون عليها الا ان يكون فيه الادان اذكر قبل اربطاشر سنة كنا مع المسؤولين ارادوا ان يضعوا الادان وجئت بمؤذن له صوت ندي لكي يؤذن فأذن واقام الادان اربع تكبيرات اربع تكبيرات سجلناه اربع تكبيرات وجاء المندوب الجهوي للشؤون الاسلامية بالدار البيضاء يتصل بالاداعة يقول انت مسؤول عن جانب الديني لابد ان تضع في الادان فقط تكبيرتين وليس اربع تكبيرات لان الصيغة المغربية في المغرب على المذهب المالكي الادان فيه فقط تكبيرتين وفي المشرقي اربع تكبيرات يعني كل واحد عنده خصوصية دياله وكل من السنة فاعدنا الادان مرة ثانية وتبرقنا هذه الادان اللي كتسمعوا ايها الاحباب الكرام في اداعة ميد راديو را عندهم بعتاشر سنة وانا كلما سمعت نفسي اقول الدعاء الذي يعقب الادان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعثه انك لا تخل في المعاد يعني لقى هذا الكلام حلت له شفاعة يوم القيامة هذه بركة هذا استثمار هذه تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى فالحمد الله اداعتنا خمس صلاوات في اليوم والليلة ترفع الاذان وتقيم الدعاء ثم بعد ذلك يقول الحمد الله دروس دينية كثيرة لاحظتم بان الاداعة ميد راديو هي فيها وحد مجموعة كبيرة دل البرامج المتنوعة المختلفة ولكن حضور الجانب الديني قوي وقوي جدا فعندنا مشايخ اجلاء في مقدمتهم الشيخ المقرأ عمر القزابري اللي هو امام ومشفع مسجد الحسن الثاني بالدال بيضاء المعلمة التاريخية الكبرى ويأمه الاف الناس في كل رمضان فهو علامة صاحب وزن عظيم معنا كذلك الشيخ محمد ور لهو لهو عضو في المجلس العلمي بالدال البيضاء والان هو في في الديار الفرنسية ومشرف على تكويل ائمة هناك في الديار الغربية وله صمعة ومكانة ودرجة علمية رفيعة عندنا مثلا الاستاذ الدكتورة امان نعمي اللي عندها دكتورة في الشريعة الاسلامية وتخصص في علم النفس وفي تدبيع شؤون الاسرة والحمد لله موفقة لدرجة كبيرة في التوجيهات التربوية وتقرن ما بين الثوابت والمتغيرات وهكذا الحضور الديني قوي جدا في 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 اه 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 اداعتنا ميد راديو لماذا لان الوطن اصلا الوطن اداعت ميد راديو هي صورة مصغرة للوطن صورة مصغرة لهذا الوطن العزيز فالجانب الديني في مملكتنا المغربية الشريفة قوي وعندنا مؤسسة امارة المؤمنين الضامنة لوحدة الامة ولتشبتها بقيمها وبمبادئها والتدين المغربي هو يقوم على الوسطية ويقوم على الاعتدال ويقوم على اه عاقيدة الجنيد وفقه مالك وطريقة على عاقيدة الاشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك هذا هو التدين المغربي هو في ثلاثة وابت اساسية هي اولا عاقيدة الاشعري العاقيدة على المستوى الاشعرية لان هناك كما لا يخفى على كريم علمكم تيارات فكرية كثيرة في الجانب العقدي هناك المعتزلة هناك الاشاعر هناك الماتوردية وهناك العشرات من التيارات ولكن لماذا اختر المغرب الطريقة الاشعرية لان ابا الحسن الاشعري كان عنده واحد مبدأ وسط معتدل في العقيدة انه لا يكفر احدا من اهل القبلة لا يكفر في حين هناك مداهب اخرى عقدية تكفر وايضا انه يلتمس يلتمس العفو لان الله تعالى غلبت رحمته على عقوبته وكاتب عن نفس الرحمة وجميع التصورات في العقيدة جاءت معتدلة مبنية على الكتاب اولا ثم العقل ليس كالمعتزلة بدأوا بالعقل اولا ثم الكتاب وكل ما لم يوافق العقل غيروه فكان هدفه تلبيس ابليس ثم فقه مالكي رغم ان المداهب الفقهية كثيرة عندنا الشافعية وعندنا الحنفية وعندنا الحنبلية وكان الليت بن سعد والعشرات بل المئتنا المداهب لكن المغرب اختار الفقه المالكي لماذا؟ لانه مبني على التسير ما خير النبي صلى الله عليه وسلم من امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن حرما مبدأ التسير اولا ثم على مبدأ رفع الحرج وعلى مبدأ المصلحة المرسلة يعني ان الحياة تسير نحو المصلحة وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله فاختار المغاربة المذهب المالكي ثم طريقة الجنيد السالكي في السلوك والتربية السلوك والتربية يعني ما يسمى بالتصوف السلوك والتربية التصوف انواع هناك التصوف الفلسفي اللي فيه شطحات عقلية هذا مرفوض وهناك التصوف البدعي ايضا فيه كلام غير منطقي وفيه ترهات مرفوض ولكن هناك التصوف السني المبني على الكتاب والسنة هو لك مثل الامام الجنيد فالمغاربة لما قاموا بالصياغة التصور الديني اخذوه من اجود ما هو موجود في باب العقيدة والفقه وفي السلوك والتربية والحمد لله نحن في اذاعة ميد راديو نسير على هذا المسلك مسلك الوسطية ومسلك الاعتدال مغربنا العزيز ايضا لماذا هو فيه الامن والامان والسلم والسلام رغم انه يعاني من ظروف مالية ليس له ثروات ليس له بترول ولا غاز ليس له ثروات طبيعية كباقي دول الجوار او في الشرق الاوسط ومع هذا المغاربة الحمد لله واكلين شاربين ومنعمين لماذا لانه يقوم على مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي مغربنا الحمد لله رغم سنوات الجفاف ورغم السنوات الكورونا ورغم 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 مما يعلمه الجميع ولكن الحمد لله كل شي واكل كل شي شارب كل شي مستور والمبدأ يقوم على ماذا على التكافل والتضامن الاجتماعي ونحن في إداءتنا ميد راديو ايضا عندنا هذا الحس نسير الخطأ التحريري نقوم على التكافل والتضامن ولا يخفى عليكم ان كنا نسعد ببرنامج اسمه قلوب رحيمة قلوب رحيمة مر في هذه الإداءة لمدة تقريبا ستة او سبع سنوات وكان في خير كثير عمى على المغاربة وتوقف لماذا لان الناس كانوا في الاول يأتون بالعشرات ثم صاروا يأتون يطلبون المساعدة بالمئات ثم صاروا يأتون بالالف فرأينا بان المسألة كبرت علينا وان هذا خصومه اساس عظيمة جدا فتم توقف البرنامج رغم انه سبع سنوات مرت فيه الحمد لله خيرات كثيرة كان كل اسبوع تقريبا عشر الى عشرين عملية جراحية تتم الناس دي القلب الناس دي السرطان الناس دي زرع القرنية الناس دي زرع القوقعة الناس اللي عندهم الحديد في العظام الناس اللي عندهم حتى من غير طبي حتى الجانب التكافلي عنده احكام بالافراغ عنده احكام بديون غدي تحكم عليها كالحمد لله خير كثير يا عم ولماذا لان كل مكان هناك التكافل والتضامن في مكان ربنا وعد بان تحل البركة وان تحل الخيرات وان تحل المكرمات فالحمد لله مرت سنوات طويلة وما زلنا ما زلنا على الاهد ما زلنا الحمد لله على هذا العاد ونسأل الله ان يبارك في الجميع ثم كذلك ايها الاحباب الكرام بلدنا المغرب يحظى بالامن والامان والسلم والسلام لماذا لانه بالاضافة الى كونه انه يتشبت بالقيم الدينية وبالاضافة انه يتشبت بالقيم دي التضامن والتكافل مغربنا العزيز يتشبت ايضا بالقيم الكونية الانسانية ونحن نائش في عالم في عالم صغير الكويكب الارضي نحن اسرة وكل المبادئ والقيم الانسانية التي تشبت بها مغربنا العزيز هي تسير على خطها اداعتنا ميد راديو اول شيء اول شيء هو السلام السلام فمغربنا يؤمن بالسلام والقرآن العظيم هو اسم الاسلام مشتق من السلام ومن اسماء الله الحسنى السلام المهيمن من اسماء الله تعالى السلام والجنة تسمى دار السلام وربنا عز وجل فرض علينا التحية نقول وفيما بيننا اسمه السلام تحية فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما هو خير الاسلام يا رسول الله قال ان تقرأ السلام وان تطعم الطعام وان تصلي والناس نيام هذا هو خير الاسلام انك تفشي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف وتقرأ الطعام يعني الاطعام والتكافل والتضامن وان تصلي بالليل والناس نيام كي تسمى وقت الغفلة فهذا المبدأ دي السلام تتبنه الدولة المغربية والمغرب يؤمن بالقيم الكونية وإداءة مدرد وأيضا تغرس فينا هذا المبدأ دي السلام ثم بعد ذلك المحبة المحبة للجميع فربنا سبحانه وتعالى جعل المحبة هي عنوان من معاني دخول الجنة حتى قال أن تحب تحب كل من يحبه الله قل اتبعوني يحببكم الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو مدعاة لمحبة الله تعالى والمحبة هي فيها كوننا نحن جميعا ننتمي إلى أسرة واحدة كلكم من آدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل أن يودع قبل أن يودع جمع الناس كلهم وقلم هذه الكلمات كلكم من آدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله